موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته وبعض كان الكلام في مسألة التضليل وذكرنا التضليل الفوقي تضليل الرأس وذكرنا التضليل الجانبي وصل بنا الكلام إلى التضليل داخل مكة يجوز أو لا يجوز الإنسان وصل السكن افترض وصل السكن بسيارة مكشوفة أراد ياخذ لتكسي مسقوف يودي إلى أداء الأعمال هذا يجوز أو لا يجوز تطرقنا إلى المسألة عند الفقهاء المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم ارتكاب التضليل في حالة ما إذا انتقل من منطقة إلى منطقة أخرى كأن انتقل من مكة إلى عرفة أو من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى مينة مثلاً أو إلى مكة رجاع طبعاً على الخلاف بين النهار و بين الليل الذي شرحنا سابقاً إذن التضليل في حالة التنقل من منطقة إلى منطقة أخرى هذا لا يجوز الكلام لا الآن التضليل داخل المنطقة الواحدة هذا يجوز أيضاً التضليل داخل المنطقة الواحدة عند السيد الخوئي جائز عند السيدين السستاني والخمنائي الأحوط وجوباً تركه وإن كان داخل المنطقة الواحدة لمن أحرم من خارج مكة لأن السيد الخمنائي يذكر إذا أحرم في المسجد الحرام لإحرام الحج مثلاً يجوز ارتكاب التضليل الكلام لا أحرم من مسجد الشجرة أو دخل مكة إحرامه ليس داخل مكة خارج مكة المهم الأحوط وجوباً ترك التضليل بالنهار عند السيد السستاني والسيد الخمنائي طرحنا هذه المسألة وهي أن مكة كلها عبارة عن منطقة واحدة أو عبارة عن منطقتين السيد الخوئي وإن كان يرى جواز التضليل داخل مكة وين يسكنون؟ يسكنون بمنطقة بمكة الجديدة يروحون السكن في مكة الجديدة في الأحياء الجديدة من مكة كالعزيزية مثلاً يركبون الباص يروحون يتجهون إلى المسجد إلى مكة القديمة لأداء الأعمال السيد يحتاط في ذلك يقول مكة الجديدة هذه منطقة ومكة القديمة منطقة وبالتالي يوجد حلان لمقلدية السيد الخوئي وكذلك لمقلدية السيد الخمنائي والسستاني ما هما؟ من يرى عدم جواز التضليل داخل مكة على الأحواط يمكنه أن يرجع في المسألة إلى من يرى جواز التضليل داخل مكة مع مراعاة الأعلم فالأعلم ومن يحتاط في اعتبار مكة عبارة عن منطقتين القديمة والجديدة يمكن له أن يرجع إلى من يرى أن مكة عبارة عن منطقة واحدة من دون فرق بين القديمة والجديدة وبالتالي تنحل عنده مسألة التضليل جيد أكو سؤال لو كان الإنسان أحرم من التنعيم لعمرة مفردة الآن بعد ما أحرم من التنعيم متجه إلى المسجد الحرام لأداء الأعمال هاي المسافة الانتقال من مسجد التنعيم إلى مكة وإذا لاحظتم أن مسجد التنعيم حاليا تقريبا داخل مكة الآن يجوز أو لا يجوز عند السيد السستاني عند السيد الخمنائي يحتاطون في ذلك الأحواط تجنب التضليل طبعا على التقصيل في رأيه ما بين الليل والنهار الآن ما هي كفارة ارتكاب التضليل الكفارة شات هل كلما ركب الإنسان التضليل ارتكب التضليل تثبت عليه شات المشهور عند الفقهاء أنه لكل إحرام شات واحدة يعني إحرام التمتع إحرام عمرة التمتع شات ارتكاب التضليل في إحرام حج التمتع شات أخرى وإن تكرر التضليل في الإحرام الواحد يعني خلّب ترض مثلا بالحج أحرم إحرام الحج وارتكب التضليل من مكة إلى عرفة وارتكب التضليل من عرفة إلى مينة وارتكب التضليل مثلا من عرفة إلى مزدلفة وارتكب التضليل من مزدلفة إلى مينة ركب القطار مثلا قطار المشاعر هل تتعدد الكفارة؟ نقول لا الكفارة هي واحدة لأن إحرام الحج إحرام واحد فمن ارتكب التضليل المحرم في إحرام عمرة التمتع كفارة واحدة في إحرام حج التمتع كفارة واحدة الآن اللي يركبون المصاعد الكهربائية الأسنصير يجوز أو لا يجوز؟ لا مانع من ذلك جائزا التستر بالشمس التستر باليد عن الشمس جائزا ماكو مانع يجوز للإنسان أن يستتر بيده عن حرارة الشمس ولا مانع من ذلك نعم قلت أنه المظلة أثناء أو قل الاستغلال بالمظلة اللي نعبر عنها إحنا بالشمسية هذا لا يجوز لأنه أحد مصاديغ التضليل وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين